مُّ سِهَامُ سِهَامُ مِيَا مِيَاهُن 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 إذن تحليل لفظي وتحليل كتابي أعزائي الطلبة التدريب السادس عملية عكسية للتدريب السابق هنا يتم التحليل وعلينا أن نقوم بالتركيب لفظة وكتابة زَهَ زَهَ بَ زَهَاب 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 وَجْهُن وَجْهُن نصل ونركب وَجْهُن 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 يَاه متحرك وساكن مقطع يَهْبِ يَهْبِتُ 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 إذن ذَهَاب وَجْهُن يَهْبِتُ إذن نأتي لما يليه هنا لدينا تدريب القراءة فعلى الطالب أن يقوم أولاً 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 التهجئة الحرفية وثانياً القراءة المتواصلة وثالثاً أتمنى من الطلبة أن يقوموا بتحليل الكلمات إذن نبدأ المرحلة الأولى التهجئة الحرفية رَ بِيْرَ بِيْعُ رَبِيعُ بِيْلَا بِيْلَا دِي بِيْلَا دِي مُزْ هِي مُزْهِ رُن مُزْهِرُن المرحلة الثانية القراءة المتواصلة رَبِيعُ بِيْلَا دِي مُزْهِرُن رَبِيعُ بِيْلَا دِي مُزْهِرُن المرحلة الرابعة تقوم الأم برسم المربعات الفارغة أسفل الجملة حتى يقوم الطالب بالتحليل لهذه الكلمات الجملة الثانية أولاً التهجئة الحرفية سَقَ سَقَ هَانِ هَانِ زُهُو زُهُورَ زُهُورَ حَدِي حَدِيقَ حَدِيقَةِ حَدِيقَةِهِ حَدِيقَةِهِ المرحلة الثانية القراءة المتواصلة سَقَ هَانِ زُهُورَ حَدِيقَةِهِ سَقَ هَانِ زُهُورَ حَدِيقَةِهِ المرحلة الثالثة تأتي من الأم أولاً وهي رسم المربعات الفارغة ثم من قبل الطالب وهي التحليل لهذه الكلمات المعطى هنا نأتي إلى تتمة التدريبات هنا أعزائي الطلبة يوجد لدينا تدريب الكتابة أولاً الكتابة فوق الحروف النقاط المعطى ليصبح رسم الحرف صحيحاً وهنا أعيد وأنبه الانتباه من الأم الفاضلة لطفلها العزيز بالبداية من النقطة المعطى والسير حسب الأسهم المعطى ليصبح رسم الحرف صحيحاً في وسط الكلمة نبدأ من الأسفل الدائرة الأسفل ثم نأتي الدائرة الأعلى هنا أيضاً في نهاية الكلمة متصلاً وفي نهاية الكلمة منفصلاً يجب التركيز على اتجاه الأسهم عند الرسم حتى يتمكن الطالب من رسمه في التدريب التالي بشكل صحيح وبعد الرسمه يقوم بتلوينه ولكن عليه أن ينتبه لعدم خروج اللون داخر خارج الحصار المعطى له ثانياً املأ الفراغ بالشكل المناسب هنا لدينا أشكال حرف الها في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهايتها متصلاً وفي نهايتها منفصلاً فيجب على الطالب أن يضيف الحرف فهنا كما تعلمنا سابقاً كلعبة اللس والشرطي اللس عزيز الطالب قام بصرقة حرف الها من هذه الكلمات المسكينة وأنت عزيز الطالب أنت الشرطي أنت الذي ستقوم بإنقاذ هذه الكلمات وإعادة الها إلها ولكن حسب الموقع الصالب